طيب أنت شاب وقطعا هناك شباب آخرين في هذا المجال كيف ترى الأعمال الشبابية حاليا في هذا المجال؟ مجال الدرامي على سبيل التحديد يعني هو طبعا يعني أسماء كتيرة بارزت في السنوات الأخيرة طبعا والحقيقة أنه دايما صنعت الدراما في مصر الخير لأنه إحنا دايما عندنا زي ما نقول وقفين على أرض سبتة وعندنا مراس كبير قوي ومتعلمين يمكن على قدين أسادزة كبار قوي حتى لو ما مش بتعليم يعني اللي هو الأكاديمي ولكن أعمالهم لحد النهاردة مدارس نقدر نتخرج أجيال للحقيقة مشاكل الدراما عندنا كتير مش قليلة والحقيقة أنها طول ما احنا بنحاول نحل فيها يعني أحد مشاكل صناعة الدراما عندنا هي الوقت إن الوقت المتاح لصناعة الأعمال بيبقى دايق جدا فإحنا طول الوقت يعني هل ده مرتبط مثلا بالأعمال اللي بتنجز بسرعة جدا قبل رمضان؟ والله عايز أقول حركوا حتى خارج رمضان طبعا إلا ما رحم يا ربي فيه استثناعات لأنه للأسف بقيت أظن أنه الموضوع متعلق بالعملية الإنتاجية نفسها إنه عايزين نبتدي بسرعة ونخلص بسرعة عشان نعرض بسرعة فدورة رأس المال ما تاخدش وقت أطول من إنها تاخد مثلا ليه تاخد سنة لما تمكن تاخد ست شهور وهكذا يعني وللأسف ده خطر وغلط بالحقيقة خطر فعلا يعني صحيح فطبعا ضغط الوقت ده إحنا بنتكلم عنه بقالنا يمكن فترة طويلة ولكن هو الجميل اللي في الموضوع أنه تمت الاستجابة للكلام ده وبتدينا هو من دلوقتي أتكلم في رمضان اللي بعده من دلوقتي يعني دي حاجة ما كانش بتحصل قبل كده خالص إحنا بنتكلم طول الوقت في وقت متأخر جدا فبالتالي بيبقى عندنا وقت تدايق جدا للكتابة وللتحضير وللتصوير وللعرض يعني إحنا عشان تكلمنا وقولنا فبتدت إنه تتخذ يعني خطوات وإجراءات سواء من الصناع أو من الشركات أو من يمكن يعني المنسميهم اللي هي قنوات نفسها كمان إنه كل ما كان عندنا إحنا وقت أكيد هنطلع منتج أفضل وكل ما هيبقى منتج أفضل كل ما أكيد هنسيب صد أفضل عند الجمهور وبالتالي دور الاقتصادية هتتحسن وبالتالي النتيجة هتبقى أفضل لكل الأطراف لا وخاصة الحقيقة برضو إنه إحنا فعلا في رمضان السنة دي تبعنا بعض المسلسلات والأعمال الدرامية الكوميدية وكان دماء خفيف صحيح يعني كان فيها حقيقة التاج جميل يعني والله هو دايما فيه استثناءات دايما بنلاقي حلول ودايما بنخلق ظروف أفضل ودايما بنحاول نطمح للأفضل ودايما بنحاول نشتغل في الوقت المتاح ده بإن إحنا نطلع أفضل ما عندنا هي المشكلة ده بياخد مننا وقت طويل جدا في التصوير يعني بنوعد أحنا نصور بالعشرين ساعة أو بالأربعة وعشرين ساعة وطبعا هو شيء يعني مهلك جدا ولكن إحنا عايزين نشتغل بس في الظروف أكثر قادمية وأكثر خلينا كمان نقدر نبدأ وعايزين الحقيقة نشتغل برضو على مدار السنة ده حديد يعني مش لازم كله موجود ومكسف في رمضان فقط أنا أظن إنه ده بقى موجود بشكل كبير مع ظهور المنصات الرقمية ومع ظهور إنه مسلسلات كمان على شاشة التلفزيون بره الموسم الرمضاني بتخدم وبيوفر لها كافة الإمكانيات بنفس طريقة رمضان بالزبط وشايف إنه ده بابتدى يحصل فعلا وكمان أنا متأكد إنه السنين يعني السنة دي والسنة الجاه يبقى كمان ده موجود بشكل أكثر كساة إن شاء الله